موسيقى نشرة مفصلة لآخر الأنباء من يمن شباب ونستهلها بأهم العنوين مصرع قناص حثي وتدمير عربة للميليشيا مع طاقمها شرق تعز أمهات المختطفين تدين جريمة إطلاق رصاص الحي على أم مختطف ومقتل أحد مسعفيها موسيقى ومنظمة الدعوة الإسلامية تنهي أعمال التأهيل لست مدارس في مأرب موسيقى ومن عنوين النشر إلى تفاصيلها حياكم الله دعا مجلس التنسيق للأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة أبيان إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء والنيابة وإغلاق السجون غير الشرعية الاجتماع شدد على ضرورة إعادة تفعيل دور صندوق الإعمار وصرف مستحقات المواطنين ومرتبات العسكريين والمدنيين وتنظيم عملية الإغاثة كما دعا السلطة المحلية إلى إيجاد حلول ومعالجات إسعافية وسريعة لقضيتين الكهرباء والمياه بعد الغاءات متعدة لأحزاب التنسيق السياسية في محافظة أبيان وبعد إشهار أحزاب التنسيق السياسية في المحافظة تم اللقاء اليوم في محافظة أبيان زينجبار ونقشت العديد من القضايا السياسية والحياتية للمواطنين في أبيان وبالتالي ناقشت الأحزاب السياسية دور الأحزاب في محافظة أبيان وعادت الاستقرار وتطبيع العمل الوظيفي والإداري في المحافظة وكذلك أشادت الأحزاب السياسية بدور الأخ العميد الركن اللواء الركن أبو بكر حسين محافظة أبيان في انتشاء الوضع المتردي في المحافظة قال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي إن أبطال الجيش الوطني يحققون تقدما في المعارك التي يخوضها الجيش ضد ميليشيا الانقلاب في عدد من جبهات محافظة الجوف وأضاف في تصريح لقناة يمن شباب أن خسائر فادحة تكبدتها الميليشيا في الأرواح والعتاد خلال الأيام الماضية قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بقصف مدفعي للجيش الوطني شرق مدينة تعز وقالت مصادر ميدانية إن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير عربة مدرعة للميليشيا الانقلابية في معسكر التشريفات ومصرع تاقمها بالكامل وبحسب المصادر لقي أحد قناصة الميليشيا قرب بوابة تشريفات مصرعه جراء استهدافه بنيران الجيش الوطني شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة استهدفت تعزيزات ومواقع للميليشيات الانقلابية في مواقع متعددة غرب تعز مصدر عسكري قال إن الغارات استهدفت تحركات لميليشيا الحوثي في وادي رسيان ومحيط مفرق المخى ومواقع متقدمة في موزع غربية تعز وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات العسكرية ومخازن الأسلحة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات عقد مشائخ ووجهاء وناشطون وإعلاميون من مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز لقاء موسعا تضامنا مع الصحفي المختطف لدى الميليشيات الانقلابية يحيى عبد الرقيب الجبيحي والذي تم إخفاؤه قسريا منذ ثمانية أشهر وعبر المتضامنون عن رفضهم لحكم الإعدام والذي يعد إرهابا بحق الصحفيين والرأي الحر والكلمة الشجاعة كما دعوا أبناء تعز بكافة شرائحهم للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية التي ستستمر حتى إطلاق سراح الصحفي الجبيحي ونجله حمزة أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين قيام ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالتحقيق مع 14 صحفيا يعملون في صحيفة الثورة الخاضعة لسيطرة الحوثيين على خلفية مطالبتهم برواتبهم ومستحقاتهم من قيادة المؤسسة المعينة من قبل الميليشيات وأعربت النقابة في بيان عن إدانتها واستنكارها لهذا الإجراء واستمرار الميليشيات الانقلابية في ترويعها للصحفيين ومحاولات إسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم وطالبت بوقف مسلسل الترهيب والمضايقات تجاه الصحافة والصحفيين استنكرت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة إب حادث إطلاق الرصاص الحي الذي ارتكبته ميليشيات الانقلاب في حق أم المختطف عبدالله قائد سيف ومقتل أحد مسعفيها في الحادثة ونددت الرابطة في بيان بالحادثة والتي وصفتها بجريمة إنسانية وأخلاقية سابقة وخطيرة في تمادي ميليشيات الانقلاب بحق المرأة اليمنية ودع البيان كل المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان إلى القيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي تجاه الحادثة والوقوف في وجه الانتهاكات المتكررة بحق أمهات المختطفين وذويهم بدأت وزارة الأوقاف والإرشاد عبر مكتب شؤون حجاج اليمن في مكة المكرمة عملية فتح مظارف الوكالات الجديدة المتقدمة لتفوج الحجاج اليمنيين للموسم 1438 وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح باب الاعتماد والقبول للوكالات المتقدمة لتفوج الحجاج اليمنيين كلا من أقاليم حضر موت وسبأ وعدا إضافة إلى فتح باب التجديد للوكالات المعتمدة خلال مواسم الحج السابقة قال رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهيتار إن المرتبات ستصرف شهريا ابتداء من شهر إبريل جاري لجميع القضاء وأعضاء نيابة العامة وكافة منتسبي سلطة القضائية في عموم المحافظات والمديريات بحسب كشوفات ديسمبر 2014 ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سباء عن الهيتار قوله إن الحكومة ممثلة بوزارة المالية أبلغت قيادة السلطة القضائية والبنك المركزي بموازنة السلطة القضائية للعام 2017 رقما واحدا طبقا للدستور بحسب موازنة العام المالي 2014 انتهت منظمة الدعوة الإسلامية من إعادة تأهيل ست مدارس في محافظة مأرب بكلفة مالية بلغت 115 ألف دولار وبتمويلا من جمعية قطر الخيرية ندشم اليوم أعمال التنمين المدارس التي تطر الخيرية عبر شباكة مماء في هذه الخطرة مجيزة 24 أشهر ندشمنا لعمل فيها هذا العمل اليوم لدينا مشاهدة في مدارسة السلام هذا العمل ونحن مشاهدة الطوار المفريحين في مدرستهم فيها هذا زيدنا في جهة أقواتنا معنا هذه المحنة التي تعصفها وطننا نشكر قطر الخيرية ما تقدمه من أعمال الخيرية في مجال التعليم وفي مجال الصحة وفي مجالات الإنسانية ناقش اجتماع حكومي استمرار عمل فروع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المحافظات المحررة وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء إحسين عرب أكد على بذل مزيد من الجهود من أجل صرف مرتبات المتقاعدين بصورة طبيعية ومنتظمة وتجاوز الآثار التي خلفتها الميليشيا التي عملت منذ انقلابها على السلطة الشرعية على نهب أموال وأصول الهيئة نفذ صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المؤقتة عدن حملة نظافة لرفع المخلفات بمديرية البريقة بالمحافظة الحملة قامت أيضا بتنفيذ حملة رشا ضبابي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا والأمراض الفيروسية دشنا بمحافظة شبوى فعاليات الحملة المتكاملة لمكافحة حمضنك بتمويل من اللجنة الصحية بالجمعية الكويتية للإغاثة الحملة التي تستهدف مديريات عدق وبيحان وعسيلان وعين وحطيب تشمل أنشطة توعوية وتثقيفية حول المرض ومسوحات حشرية لبؤر توالد البعوض الناقل للمرض ومكافحتها بالمبيدات الحشرية نحن سعيدين اليوم ندشن مع مواسطة شبوى للتنمية بدعم دولة الكويت الشقيقة التي تقدم الكثير من الخير وهذا ليس بغريب عليها حكومة المشعب نحن اليوم ندشن حملة حمضنك الخمس مديريات عدق وبيحان وعسيلان وعين وحطيب خمس مديريات متكاملة خطة متكاملة لدى الأخوان هنا في مواسط شبوى للتنمية وتبدأ بالرامج التوعية والوقاية تبدأ أيضا عملية الرش والنزول الميداني إلى كل منزل وإلى كل بؤرة من البؤرة التي تنشر فيها هذا الوباء ذشنا مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبيان الحملة الوطنية للتخلص من البلهارسيا والديدان في مديرية زنجبار الحملة التي تستمر أربعة أيام تستهدف أحد عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعين من السنة السادسة وحتى الثامنة عشر من الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية وقبل الختام هذا تذكير بأهم العنوين مصرع قناص حثي وتدمير عربة للميليشيا مع طاقمها شرق تعز أمهات المختطفين تدين جريمة إطلاق رصاص الحي على أم مختطفين ومقتل أحد مسعفيها ومنظمة الدعوة الإسلامية تنهي أعمال التأهيل لست مدارس في مأرب نهاية نشرتنا الإخبارية لمزيد من المستجدات تابعوا نشراتنا اللاحقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة